اذا كان هناك بعض المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في البلدان العربية كيف يمكن ان نستفيد من الخيرات وتبادل الصروات بين تلك البلدان اذا كان هناك هدف وامل لتقليص الفجوة في الاستيراد من الخارج يجب ان نعمل سويا كدول عربية وافريقية من اجل تحقيق استقرار وامن غزائي في المنطقة العربية يوسف يوسف هذا ما تقلق شيشه خمس سنة تقريباً أول مرة جاءنا هذا شجر هناك شجر كبير لا يزاد موال لا يزاد موال هذا سنوات تصلنا باقي الماكينة دلتواطر نجدنا شيء أشجر صغيراً يعني كانت مروحة بزايا يعني ممكن تزاد الأشجر موال في الزنادي يزاد موال لأسنا دا باقي يجوكي سيقولون يقول يا بي نبي كان عايت لهذا السيد مسؤول دلتواطر بسم الله كنا بنا نعجرها دلتواطر كنا باقي نبيع وما كنت تستفت فيهم التحاجة وانا بعد واحد سنة أعزر عنها دي شدك دلتواطر يعني دي الشجر دي والمحصول دا باقي كانت شجرة كبيرة أزبرنا دلتواطر وانتا كتشوف الشجرة كيفاش دائرة ماشي بحالي كنت وريت وزارعين التاي الزيتون وزرعنا الكرام وزرعنا الدراق بشنا وزرعنا اللوبيا وزرعنا مزيانة كنا نفكروا كنا نبيعوا الأرض شامسينة كنا نبيعوا منها تعلقنا فيها عشان بلع كوال الناس يجوا كين الملحين وعثنا نبات 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 نباتي انتقدم ما نباتي independent كنا نباتي الخاصة بما هو أن الأوراق صفرين في أفضل المفتحة القديمة أصبح حصلوا مهزة كان الأوراق السفرين ستكلموا ملح كان الملح ينوي المزين الملح كان مغنقناه وقامناه لا تجد حتى يفيد نظر الإلهاء والإليس أن يزد حتى يفيد قد يفيد الملح كانت عندنا في الملح كانت عندنا في الأراضي 11 قرار وفي الماء 7 قرار كانت يعني الأرض كانت تبقى بايضة بالملح وده بني مقاش مع الجهاز دي التواطر مبقات لها ملح لور يعني أولاد الأرض مزيان التواطر من قبل كانت تسدوا بالملح كانت تسدوا لنا بالملح بزيانة هدفنا في برنامج الزراعة العربية تقديم الحلول لكل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي داخل الدول العربية والإفريقية من أجل استقرار أكثر لهذه الأراضي وزيادة في المحصول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر